تمكنت قوات الأمن الداخلي في البصرة من اعتقال أخطر ثلاث عصابات يمتهن أفرادها عمليات الخطف والسطو المسلح وسرقة العجلات ومن أبرز الجرائم التي ارتكبتها سرقة أموال جباية مجلس المحافظة والتي تقدر بـ 190 مليون دينار وسرقة كذلك مبالغ مالية لأحد المصارف الأهلية تصل قيمتها لنحو مليار دينار عراقي ويتزامن هذا الجهد الأمني مع اعتقال أكثر من 56 شخصا يشتبه بتورطهم بجرائم جنائية القبض على أكثر من 56 متهم بجرائم جنائية وكذلك القبض على ثلاث عصابات تمتهن السطو المسلح والخطف وقسم من الخاطفين أو عصابات الخطف تم تحرير مخطوف بالإضافة للقبض على الخاطفين فضلا على العصابة التي قامت بسرقة جباية محافظة البصرة والتي احترضوا العجلة التي تنقل الأموال وتؤكد الجهات الرسمية أن العصابات التي جرى اعتقالها كانت تستغل اسم الحجد الشعبي لتنفيذ عملياتها الإجرامية معلنة براءة قوات الحجد منها التي باتت أكثر يقظة للتعامل مع من يحاول الإساءة لها ولإنجازاتها بعد المعارك التي خاضتها مع تنظيم داعش ونجحت بدحره في الكثير من المناطق التي كان يسيطر عليها الحجد الشعبي منهم بريء من هؤلاء العصابات باعتبارهم دائما ما يتسمون بأسماء لعناوين الحجد الشعبي وبالتالي اليوم حتى الحجد الشعبي صار متأيقت لهذه الحالة لأنه كثير ما استخدمت هذه العناوين باتجاه أخذ العموال سواء من الشركات أو من المواطنين أنفسهم ولقطع الطريق أمام من يحاول استغلال غطاء الحجد الشعبي أكدت اللجنة المسؤولة عنه في مجلس المحافظة على وجود تنسيق بين الجهات الأمنية والسياسية من التي لديها متطوعين في داخل الحجد لتنظيم حركتهم وعجلاتهم معللة تستر البعض بعباءة الحجد أو التيارات السياسية لتنفيذ أعمال خارجة عن القانون لهذه الأسباب كثير من الجهات ربما في فترة ما مارست عون مارست قوة سطوة أو ما شابها ذلك على الناس بحيث الناس يتحاشون التصادم معها أو منها القبيل وبالتالي يستغل البعض هذه العناوين حتى ينفذ مآربة تم استدعاء الجهات السياسية من قبل الجهات الأمنية عدة مرات وتم الاتفاق على وضع باجات خاصة علامات خاصة لسياراتهم وتحملهم للمسؤولية بحيث أنه لو ادعى أي شخص أنه ينتمي إلى هذه الجهة أو تلك ممكن الاتصال بهذه الجهة والتأكد منه بشكل فوري ومباشر وصارت تولي السلطات الأمنية والحكومية اهتماما أكبر بالملف الأمني بعدما أفزعت العصابات المستثمرين وأصحاب الأموال التي شكلت جرائمها تحديا لنشاطهم الاقتصادي من مدينة البصرة ساعة قسي الحراء